مرحبا أخيرا ظهرت ميزة الجديدة والمنتظرة من تطبيق ميسنجر وهي استخدام رسائل الانستجرام على الميسنجر هذه الميزة الجديدة تم إطلاقها انطلاقا من يومنا هذا أو توقيت 28 من شهر وثلاثة 2020 حيث أصبح بإمكان مستخدمي الانستجرام إرسال واستقبال رسائلهم في موقع التواصل الخاص بالانستجرام عبر تطبيق الميسنجر هذه الميزة تم إطلاقها كتحديث جديد خاص بالانستجرام لأن شركة فيسبوك وشركة الانستجرام هي نفسها أو شراكة بينهما لذلك توصلوا إلى حل واحد وهو استخدام رسائل الانستجرام على الميسنجر تقوم بالضغط على موافق إذا ظهرت لك هذه التحديث فقط تقوم بالدخول إلى الميسنجر وسوف تظهر لك هذه الميزة تقوم بالضغط على أوكي وبعدها سوف تعود الدخول إلى الانستجرام كما ترون بعد أن نقوم بالدخول إلى رسائل الانستجرام كما ترون سوف تظهر لنا هذه الميزة الجديدة كما ترون الآن ظهرت لنا نفس الرسائل التي ظهرت لنا على تطبيق الميسنجر تقوم بالضغط على ميزا جور بليد انستجرام بعدها سوف يتم تحديث ليسواني فقط ثانيتين أو ثلاثة بعدها سوف يتم ربط تطبيق الانستجرام الخاص بك بتطبيق الميسنجر المسينجر. كما ترون نقوم بالضغط على ميزاجر اه اكتلسي مزينجر. بعدها ننتظر فقط ثواني وسوف يتم ظهور كما ترون الآن. ثواني فقط لثواني وسوف يتم ربط هذه الميزة على الانستجر. كما ترون نقوم بالدخول الى اي شخص وسنلاحظ ان نفسه التيم الذي نستخدمه على مسينجر سوف يظهر لنا في رسائل الانستجرام. كما ترون الالواد تختار اللون. نفس المزايا والميزات الموجودة على الانستجرام اصبحت متاحة على المسينجر اصبحت متاحة على الانستجرام. حيث تستطيع ان تقوم بتغيير الالوان وتسجيل الصوت وغير ذلك ومجموعة من الاضافات والاموجي الخاصة بالانستجرام المسينجر الجديدة. لذلك هذه مجموعة من الميزات الخاصة بهذه التحديث. سوف يتم تحديث دائما سوف يقومون بانشاء تحديثات جديدة ومتميزة بالنسبة لتطبيق الانستجرام لانه اصبح يحقق ارقام قياسية في عدد المستخدمين حيث تخطى اه حتى شركة فيسبوك نفسها تخطاها في عدد المستخدمين الخاص بالانستجرام نظرا لتوجه العالمي لهذا التطبيق والضجة الذي يحدثها عالميا. لذلك احببتو ان اشارككم هذه المميزات الجديدة والتحديثات الجديدة. دائما اشتري اطلعكم باول باول حيث تستفيدون من جميع المزايا على هذه القناة. نراكم في موضع لاحق والسلام عليكم